ترجمة نانسي قنقر مملكة البحرين للقطاع الصحي الذي يعتبر من القطاعات المهمة بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة وفق أعلى المعايير ضامنة توفير وإعطاء العلاج المناسب وبالسرعة المطلوبة للحصول على أفضل النتائج ضمن أحدث ما توصل له العلم ويأتي تدشين المركز التخصصي في طب الأمراض المعدية دليلا واضحا على التمييز في الخدمات الطبية الملكية حيث يقدم هذا المركز الخصوصية التامة في مكان واحد وضمن فريق واحد مختص ومن ذوي الخبرة ويوفر العلاج اللازم بالوسائل المختلفة لتشخيص الأمراض الناتجة عن الميكروبات حتى المعقدة منها والأمراض الوبائية التي تظهر وتنتشر بين وقت وآخر وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها عالميا ويضم المركز عدة عيادات منها عيادة الأمراض السارية والتي تختص بجميع الأمراض الانتقالية بالإضافة إلى عيادة المسافرين والتي تقدم للمسافرين إلى خارج المملكة التطعيمات والاحتياطات الوقائية قبيل سفرهم وتقديم الاستشارات الطبية والنصائح بالإضافة إلى تقييم الحالة الصحية للأفراد وذويهم العائدين من المناطق التي تنتشر فيها الأمراض المعدية لضمان خلوهم من هذه الأمراض ولضمان جودة البيئة زود المركز بنظام خاص لتحقيق بيئة آمنة سواء للعاملين أو المرضى للوصول بالمركز مستقبلا إلى نقطة أخرى يكون فيها مركز طبي دولي لعلاج وأبحاث ومختبرات الأمراض المعدية والسارية الخدمة الطبية في مملكة البحرين تعمل بشكل متواصل وتوظف ما لديها من إمكانات وقدرات لوضع خطط تطويرية تضمن حياة صحية لكافة المواطنين والمقيمين والزوار بما يتماشى مع أهداف المملكة الحاضرة والمستقبلية ويحقق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر